برحب بحضراتكم مجدداً وبرحب بضيفي مهانس خالد صديق مدير التنفيذي لسندوق تطوير المناطق العشوائية أهلاً بحضراتكم أهلاً بحضراتكم أهلاً بحضراتكم أهلاً بكيفان يعني في أحلام كده بيبقى الواحد يقول إيه يا جمالة وعملتوا الله ده حيبقى لطيف قوي وده حيبقى كويس لكن في أحلام الدليل أنه الأحلام أحياناً ما بتتحققش أنها بتبقى عصية على التنفيذيين أو على صاحب القرار في وقت من الأوقات ملف تطوير العشوائيات كان عصي على من سبقه ليه؟ عشان ما فكروش ححف الأول وحطه يديهم على المشكلة والمشكلة دي ملاش حل وحيد منفرد المشكلة بتتحل بحلول مختلفة كل منطقة كل مكان له استراتيجية وسياسة في حلو الدكتور الشاطر المهندس الشاطر الميكانيكي الشاطر يعرف المشكلة فين؟ عشان يحلت لها الحل كلنا الدكاترة عارفين الأدوية بتعليك حاجة بس أهم حاجة الدكتور يعرف المشكلة فين؟ عشان نكتب العلاج الصح هي دي المشكلة إحنا عشان نشتغل صح عملنا خريطة قومية الأول الخريطة القومية دي هي اللي حددت المشاكل إيه؟ أو بمعنى صح عملنا الأول حاجة اسمها المعايير المعايير اللي على أساسها نصلنا في المناطق لنما تشوفوا فكرة في خلال من 2014 حنعمل إيه في العشوائيات والمناطق غير الأمينة حطينا معايير المعايير دي هنطبق عليها هنطبق على كل منطقة ونزلنا فيها ناسنا واللي جانب بتاعتنا نطبق عليها أني شروط حطينا المعايير دي لأنه آه دي غير أمينة دي غير مخططة دي أسوع شوية دي مخططة وهكذا من هنا المعايير دي اللي عملناها بدنا نعمل حاجة اسمها خريطة قومية خريطة قومية بدنا نحط عليه نقطة كده المدينة دي الحي ده القطاع ده فيه كذا 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 ومواصفات المنطقة دي بأبعادها بمساحتها بأنواع المباني بسلوكيات الناس بسلوكيات الناس بسلوكيات حتى وظيفهم يشتغلوا في إيه كل حاجة خريطة جي آي أس اللي هي خريطة المعلومات التوبغرافية حطناها بقنا نحط مثلا نعمل كليك على أي حتة تطلع علينا الداتا كلها بتاعة المنطقة دي كل داتا تاعتها عرفنا المشكلة فين عرفنا إحنا إيدينا فين بدنا نحط حلول خرجنا من كلمة خريطة قومية عليها المشاكل لخطة استراتيجية سياسات واستراتيجيات مختلفة للحلول مختلفة كلمة مختلفة دي مهمة جدا مختلفة معنى لو بلان اي فشل في بلان بي شغالين عليه ولا مختلفة بمعنى مختلفة بمعنى مثلا المنطقة دي منطقة غير آمنة سقوط سخور آه تمام ما ينفعش أبني هنا تاني إذن فسياستي هنا في البناء في مكان آخر طيب تمام المنطقة دي تصلح البناء عليها جيولوجيا أو تمام فهمت لكن هل يصلح في التجمع العمراني الموجود مثلا إن أنا أبني في نفسي أما تكدس سكاني تاني ولا هنا تكدس سكاني وأنا عايز الأرض دي أعمل عليها خدمات لبقية المنطقة تمام طب يسمح المكان بالتكدس سكاني ويستعب سكان تانيين اللي هم هل يليكوش هل يليهم تاني في نفس المكان ولا ما يسمحش يبقى ممكن أبني في نفس المكان دي كلها حلول طيب هنا ممكن أقول للناس طبيعة الناس هنا أقول لهم أنا هعرض عليكم تعويض مادي ولا هعرض عليكم سكن بديل في مكان آخر ولا سكن في نفس المكان كل ده أو عرض الثلاث عروض أعتقد دول ما سكنوا موجودين في طرح مسبيره مثلث مسبيره مثلث مسبيره ده كان رمز لكل الحلول صحية وكان عاصي في الحكومات يعني عشرات السنين كان عاصي لكن لما عادنا مع الناس جلنا الحل منين منهم منهم عادنا معهم نسمحوا أنتوا عايزين إيه عادة يقول أنا عايز كذا أنا عايز أعود أنا عايز أمشي أنا عايز فلوس بس مناسبة أن أنا مناسبة لي مكان تاني أنا عايز أرجع تاني طب إنت عندكم في الأصمرات شؤة تديني فيها وامشي أوكي سمعنا منهم كلهم لقينا نفسنا قدام خمس اختيارات ألوهم والخمس اختيارات بالنسبة لكم متحيب ما فيهاش مشكلة ما هو ده حقه ما مش هتفضل هو ده حقه إنت الخمس اختيارات دول وقبل ما حطهم في استمارة عشان أقوله اختار منهم أعدت معاه أنا عنديك خمسة وعشرين جنيه خمس وعشرين ألف جنيه في الغرفة ده الشاغل مش المالك أي المالك لهم وبعملة الشاغل لهم وبعملة مالك الأرض لهم وبعملة وكل واحد له حقه بيخضوا بالزبط وهو رادي أقولهم طب إحنا كويس قوي خمس وعشر deaf لا خمس وعشر ألف ده على الغرفة دي لا حرام عليكم اربعين لو صنا ألف جنيه لغرفة ده الشاغل ومساجر حتى عليه حكمة أرض نعم واربعين ألف جنيه دعم إذن اللي عنده غرفة واحدة وإحنا كان عندنا في مسلس مسبيرو 2900 أسرة غرفة واحدة دا كان أصعب حاجة مسلس مسبيرو والله أنا مش يعني هو كان رمز أو النموذج اللي عملنا فيه كل حاجة ولكن للأسف مش عارف ألاقي منطقة صعبة ومنطقة سهلة لأنه كل حاجة مختلفة كل حاجة مختلفة عن التانية ودي لها صعوبة في حتة دي لها سهولة في حتة تانية ودي كل حاجة وكل مكان له حل مفيش مكان ملوش حل مفيش مكان ملوش حل ومفيش مكان ملوش نقطة إرضاء للناس اللي ساكنين فيه دي لازم تبقى أساسية دي نقطة أساسية السقف بتاعنا هو إرضاء الناس كم واطن مصري راح في الأماكن أو بعض الأماكن اللي احنا بنعرضها للسيدة المشاهدين دلوقتي بشنطة هدومه وده أعتقد مصطلح أنا وحضرتك يعني دي ناله السق في الاسم يعني جمع مواطن مصري سواء في دا أو في غيره أنا بتكلم على إنه راح بقى بيعيش في مكان آدمي محترم كريم اللي قدامنا على الشاشة دا على فكرة دا سوق حضري في راس البر عن نيل باع الجائلين آه يعني باع الجائلين ايه احنا عملنا لهم السوق دا وده الفيو بتاعه بالزبط يعني الناس باع الجائلين هيا وهنا بدمهم باع الجائلين كده ايه عملنا لهم سوق حضري هناك كمان يتجمعوا في مكان يتجمعوا في المكان دا بشكل نظيف آه وممر للتجارة آه والناس وعملين دا على البحر على طول دا على طول يعني وعملنا الممشى دا على فكرة احنا اللي عملناها برضو آه علشان الناس تتمشى ويسابينه يعني النظيف مع لهوش محلاش التجار ما يسرشوش بضعاتهم ما يسرحش بالممسى وهي فانت آه هو دا المحلات بقى هي كده دا ممر التجاري دا أي دا الممر التجاري آه في 192 وحدة هناك آه كمحلات آه على أعلى وأحسن مستوى حاجة شيء جدا جدا يعني آه الارقام بقى احنا قضياتنا احنا بيقول 357 منطقة لما عملنا الخريطة اللي قلنا عليها نعم 357 منطقة دول فيهم كان الأول متكلم في 200 و 200 ألف وحدة آه زادت معنا الوحدة شان في بعض الأماكن لما جنا نطورها ظهر القبح العمراني اللي حواليها فطورنا اللي حواليها صحيح فوصلنا إلى 240 ألف وحدة خلصنا 195 ألف 240 ألف وحدة آه يعني بنتكلم في مليون و 250 ألف مواطن تقريبا يعني غنفوا في عاشين في غير آمن بس ده اللي عاشين في غير آمن آه ده لسه بقى عندنا قضيتين تانيين نعم الغير مخطط والأسواع العشوائية يعني خليني بالمصطلح بيتاهي أنا وحضرتك اللي راحوا بشانتة هدوم خلال الفاتح كم مواطن إحنا عندنا هيبقى في حوالي مليون و واحد تحركوا يعني مليون و واحد تحرك مليون مصري أو بمعنى صح إن في بعض الاستراتيجيات وحلول كنتش كملتها دي إن أنا مش بابنيله خالص إن أنا بأمنه زي اللي ساكن تحت ضغط عالي أي أنا بأمنه إن أنا هو خلاص ألف الحياة هنا بس بيته آمن تمام إن أنا أنقل له خط الضغط وحول له خط مدفون دي الوحدها مثلا المشروع الأليوبية والقاهرة دي الوحدها كان فيه اتنشر منطقة اتنشر منطقة تحت الخط ده الخطر عاشين تحت الخطر هيصابه بالأمراض الله أعلم هيأني الأمراض مش عايزة أذكرها ولكن الخط ده كان الأول مرصد له اتنين وستة من عشر مليار جنيه ما يقال الشكلستو ده أنا أبنينهم واحدات تاني بس هم عايزين يعيشوا في ناس عايزين يتحركوا بمكانهم فلما جئنا تفهمنا مع وزارة الكهرباء تحول من اتنين وستة من عشر مليار لسبعمية وخمسين مليون جنيه خلالنا استراتيجيات وطرق لأخلوله عشان نقل التكريف شوية ونقلنا الخط والناس عايشت تحت أمان دي استراتيجية مش بناء ما ببنيش هنا نعم مثلا فيه مناطق زي بس بتحميم الأمراض بتحميم خطر آه فيه عماكة تانية يعني مش مواطن منسي بالنسبة لك ده خالص ده اللي نقصد احنا ندور درجات يعني عدم الأمان أربع درجات اختورة دهمة اللي هي الأولية اللي هي سقود صخورة عن الناس فجأة زي ما حصل فيه الدويقة أو الهيارات جبلية زلقات جبلية فيه مجرى سيول فيه مجرى سكة سكة حديد كل دي دهمة كل ده منحاول نأمله للناس الحاجة التانية سكن غير ملائم بقى سكن في عشة سكن في صاج مباني مخلفات مباني قديمة كل الحاجات دي احنا منحاول نترافها الحيطة بقى لا ما ببنيش فيها مثلا سد مثلا بعمل سد مثلا زي ما عاننا بجنوب سينة كذا سد هناك أمننا أسر وحياة سد وبحيرات تمنع بيوتهم متسليمة ونظيفة بس المشكلة بنوا في مجرى سيل فبنعمل سدود ومحيرات كل المناطق باش موانس خالد ولا نسبة كم في المية من سواء غير الأمنة أو الخطرة أو الخطرة أو العشوائية كلها كانت مخلفة أكيد طبعا مخلفة في بعض الحاجات مش مخلفة بعض الحاجات تقادم عليها الزمن زي مثلا منطقة مسلس نسبيرو دي مكانتش مخلفة دي منطقة موجودة ولكن تقادم عليها الزمن فأصبحت غير أمنة على الناس لكن مناطق كتيرة كانت مخلفة كتيرة جدا بالنسبة لأعظم ومع ذلك أنتو كسندوق ما كنتش بتتعامل مع أنه مخالف لأ كنت بتتعامل على أنه مواطن إنسان عايش وعايز أأمن حياته وصحته دي ده برواز بتاعنا مواطن مصري اضطرته ظروف الحياة إنه يغلط ويعمل الغلطة دي في حق نفسه فحق نفسه وحكومات ثابته يغلط فهما ما حسش إنه بيغلط التكليف اللي جاننا لأ إلحقوا الناس دي وبدأنا نشغل على نلحق الناس دي رغم أن الناس غلطة طب أقول لأحدك حاجة دي حاجة كده لوجيك معروفة كده حاجة منطقية جدا الناس اللي سكنت تحت الضغط العالي هل الناس جات سكنت وكانت مبنية والدولة عملت خطوط الضغط العالي لا استحالة خطوط الضغط العالي اللي تعملت الأول والناس جات سكنت جميعا ودي كمان طوط الضغط محوظة في المسار بفرزون لها خط أمان على الأقل 25 متر 25 متر الحرم لا يمكن لا يمكن تحمي أنا أتحدى أتحدى أي إنسان يطلع ترخيص أو تصريح من الدولة بالبناء في هذا المكان ومع ذلك الناس دي ودي كمان رز العية برضو نعم نعم كانت من أولوياتكو نقل هؤلاء الموطنين المصريين كان ممكن للدولة ساعتها تقول إيه والله مش إحنا اللي عملنا فيهم كده هو اللي راح أععد في المكان هو اللي راح أععد في المكان ده يتسبوهم ياما شيلوه بقى ومغيما ترونهم الحلول اي لا مش ده العصر رحل عاشينه دلوقتي صحيح إزاي نأمن حياة الناس استرام الإنسان ونوصل لما حياة كريمة راقية كمان يعني نشوف الدرجات للموضوع إيه مش لا نشيل لا ده إزاي نوصل تأمين بحياة راقية كمان إزاي نوصلهم لما يستوي حياة راقية اللي يستحقه احنا لما رحنا في أبو ظبي السنة اللي فاتت في مع اليوقان هابتات هناك مؤتمر دولي بيتعامل فكان في أبو ظبي السنة اللي فاتت فعايز أقولك إنه لما استعرضنا التجربة المصرية في تطوير العشوائيات احنا كنا رايحين ماشيين حاسين إن احنا في الصف يعني احنا في الصف كده وقتنا رايحنا في الديل ولا في النص ولا فيه لا لقنا فينا على الراس احنا أول من أولى الدول وأقوى الدول في تطوير العشوائيات على مستوى العالم ده حقيق ودي حقيق لما سات الرئيس أقسم بالله سلاس مرات إن احنا أحسن دولة في هذا الموضوع قسموا عن حق فعلا لأن احنا فعلا تقارير دولية أقوى دولة شوف المشور الأسمرات اللي هو 18211 ده تخيالي هو خطة خمسية لإحدى الدول الرقية الله نحن عمل نفس سنة ونص نعمل نفس سنة ونص ده حتى خطة وأقولك حاجة الناس هناك بتعمل لما وصلنا للتجربة الدولة بيعملوا عبارة عن قوضة وصالة ويسكنوا فيها أسر بالمئات كده وعبارة عن كردول مثلا كده ومتوزع عليه القوض القوض أو الشوء دي كده وخلاص بيلموا الناس فيها نعم احنا بنعمل عمارات كومباوند صحيح كامل من كل حاجة وأسنسرات وجناين كل حاجة انت معنا وملاعب طبعا لما كنا مع بعض في روض السيدة وشفتي يعني بعينك وشفتي الناس سكنة وعايشة روحتي مرة وقبل ما تسكن روحتي مرة بعد ما الناس سكنت صحيح وشفتي الدنيا عظيم وده حقيقة طيب احنا بنعمل ايه دلوقتي احنا قلنا اكتر من مليون مواطن مصري دول راحوا سكنوا بشنطة هدومهم في النمازج من في بعض المشروعات ما فيهاش فرش احنا فرش دائما بيركز فيه القاهرة وفيه اسكندرية بنحاول شوية عشان موضوع الفرش ده مش بسهولة نعم وفي بعض الناس في بعض الاخليم لهم اسلوب معين في الفرش وحاجات طبعا مش عايزين المدرين بتاعنا ده مش عايزين المدرين بتاعنا فبعض الناس بيقولك احنا عايزين بس احنا بنشوف الاغلبية عايزين الاغلبية عايزين لانه ده علاقة يعني في القراءة في البلاد بيبقى اليوم طابع كده معين في الفرش احنا بنعمل ايه دلوقتي وبنستهدف ايه عملنا شغل في السبع سنين مصر عملته العالم كله اتكلم عنه وبقينا قدوة للعالم ونموذج يعمله ازاي خطة خمسية للقضاء على العشوائيات احنا بنستهدف ايه احنا هدفنا ان شاء الله قريبا جدا في المنتظف السنة اللي احنا بكلم في شهر ونص وشهر ده الجيين دول هنكون المشروعات اللي بقي لنا في الغير امن تكون خلصة عندنا مشروع الخيالة الفين خمسة وخمسين واحدة جهز ان شاء الله في شهر ستة الجاي ان شاء الله خمسمية وخمسين واحدة الفين خمسمية الفين اه عندنا مشروع مع المنتهي برضو اربعة تلاف آه ربعمية وستاشر وحدة عندنا مشروع لانتاج الحرب آآ اربعة تلاف تنميمة وحدة عندنا حدا اكتوبر حدا اكتوبر آآ آآ عندنا حلايب وشالاتين آآ 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 عبره عن بيوت بدوية بخوش نعم مفاصل تماما آآ آآ عندنا أربع مشروعات في أربع مدن في البحر الأحمر بألف و اربعمية وحدة عندنا في بشاء الخير محارة الخمسة سكندرية أخشى 1600 وحدة خلينا عاسمي المسابة الحاصل يعني كل ده خلاص اقتربوا إن شاء الله بنكلم في شهر ونص أو أقل جاهزين كلهم إن شاء الله يعني معظمهم جاهز وفي التشتبات النهائية وغير موضوعات الفرش اللي شغالين فيها كل المشاعات جاهزة عشان نقول إن إحنا بنكلم في فاتورة هتوصل إلى 40 مليار لسه كنت حقول التكلفة 40 مليار 39 وكسور خلينا نقول 40 مليار لما يجي نخط من موضوعاته 30 مليار الصرف منهم 32 مليار ومكملين إن شاء الله المشاعات الجادية لما تخلص تختيم ليها هيبصل إلى 40 مليار فهذه الفاتورة بتاعته الغير آمن عندنا قضايا أخرى سيدة الرئيس من بدرات أمر بيها نحن نشتغل فيها لسه يعني ده الغير آمن ده أولي بالنسبة اللي بنتكلم فيه بعد كده في حاجة فيه طبعا الغير مخطط 318 مليار جنيه دي رؤية 20-30 ليه مناطق زي أزبت هجانة كده لما سيدة الرئيس نزل فيها نزل بنفسه دي على مستوى مصر دي كنت عندنا 160 ألف فدان على مستوى مصر غير مخطط ليه طلعب غفلة من الزمن بعيدا على الشرطات وا 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 دي هنوصلها ما يصار في الصحة وكهرباء وطرق وخدمات وكل حاجة بـ 318 مليار جنيه في رؤية 20-30 ده 20-30 عندنا وانا متأكدا شاء الله يا رب انه حيبقى قبل 20-30 ما حطوط الخطة بتاعتنا على 20-30 ولكن ما حاول نضغط برضو بس خلينا نقول يعني احنا حطي خططنا على 20-30 رؤية 20-30 الأسواء العشوائية برضو على رؤية 20-30 بـ 40 مليار جنيه عندنا 1105 سواء عشوائي رب يدع المبالغ بـ 306-1112 بـ 44 مليار جنيه برضو رؤية 20-30 القضية بقى المبادرة لـ 6 رئيس أطلقها جديدا وحديثا من شهور قريدة جدا وبدأنا فيها اللي هي تطوير عواصل محافظات والمدن الرئيسية ازاي جميع مدن مصر فيها مشروعات أرقى من الأصمرات وبشار الخير وليتخاطب كل الفئات ممكن في حاجات العشوائيات وبديل العشوائيات في حاجات فوق متوسط في حاجات استثماري بحوالي 500 ألف وحدة بتكلفة حوالي 250 مليار جنيه ودي في 3 سنين يعني دي مضغوطة بقى لـ 3 سنين عشان تبقى متواقبة مع حياة كريمة اللي في القرى اللي بدون بها وزارة الإسكان ووزارة التنمية المحلية فيش محافظة منسية لا احنا 27 محافظة 27 محافظة فيهم شغل في كل حاجة مفيش ولا محافظة منسية مفيش أهم ولا مؤجلة لا مفيش حاجة نبصوا احنا نحطين خطة الخطة بتاعتنا مرسومة على كل حاجة مفيش حاجة اسمها بس الناسين لا شغلين في السعيد شغلنا في أسوان في الصحابة شغلنا في سوهاج في السماكين شغلنا في المينيا مين هيستلم قريب؟ احنا يعني استلم قريب دي كتير قوي يعني في مشروعك تليل يوتها يجهز ان شاء الله تبقى قريب جدا يعني عندنا أهلنا دلوقتي في بطن البقرة بيحصل إخلاق دلوقتي البطن البقرة والناس بتنتقل لمشروع الأصمرات وعايز أقولك روح هناك كاميرا وتروحك تشوف الناس وهو بتتنقل بتزغرت الله الناس يعني ليه ما بتصوروش الحاجات دي ده المفروض من من أصل شغلكو برضو يعني نبقى بنوري كده للناس والناس تبقى شايفة اللي بيحصل ناس دي كانت فين ما هو يعني أرجوكي مش موانسور طلبت من حضرتك لا طلبت من حركة طلب ده أكتر من مرة مش كلنا لفينا كرة مصر مش كلنا لفينا مصر كلها وعارفين إيه اللي بيحصل فيها ورينا قبل ورينا بعد حاطر إيه اللي حصل ده مهم دينا فين مشروع بطن البقرة الناس بتتنقل فيه وكنا يعني في مرور دائم مع سيد محافظة القاهرة ونفسينا بنوحل نتأكد إن الموضوع ماشي كواس جدا وبنقف نسمع الناس فيه ناس ليها شكاوي وناس ليها تظلمات وحاجات بنعف نسمعه بنفسنا ونوجه بسرعة للحلول وبعض الشكاوي بالأسف بس فيه بعض الشكاوي الحاجات بتبقى يعني الناس عايزة الحق بنكتشفة برضو وحنا مقفين المرحلة الجاية برضو عندنا منطقة عزبت أبو قرن إن شاء الله برضو دي فيه برضو في مصر القديمة دي أكتر من أربعة ألاف أسرة هناك هيتنقلوا إن شاء الله لمشروعنا في معن في مدينة السلام برضو الناس إن شاء الله دي بقى إن شاء الله أنا وعدك حاضر يبقى والناس بتنقل ده مهم هتصوروا الناس وهي فعلا فرحانه بالزغرة بصدق يعني أو أنا بقول لكم نزيله في أي وقت من غير ما هننزل عشان يبقى تعرفين الموضوع حقيقي إن الناس فعلا أنا منساش من ضمن اللقاءات اللي عملتها في شرع السد في روضة السيدة اللقاء أنا منسهوش لأنه كان مع طفل هو كان في أعداء دي يعني أنا بعتبروا طفل قال لي أنا نفسي هو كان عايش ناحية تانية ناحية تانية أنا نفسي عايش في مكان زيدة عشان أعرف زيكر كويس روضة السيدة تنين فكر حضرتك اللي امتداد بتاعت بدأنا في المشروع بدأتوا في المشروع طب هاي أحققنا أمنيته كانت في روضة السيدة آه لها منطقة الطيبة خلاص بدأنا فيها أزلنا المنطقة وسكيننا بوزء من الناس حلم طفل يعني دا كان عظيم والله الأحلام أحلام في الفترة اللي احنا فيها دلوقتي الأحلام مشروعة أي يعني لأن الأحلام دلوقتي بقت الناس بتحقق أحلامها خلاص يعني بقت يعني خلاص بق اللي بيحلم بحاجة وبيحلم بمستوى وحياة تانية بقت أحلامهم مشروعة ومستجابة الحمد لله واعتقد أن مصر الوقت في جميع أفرع تنميات الأفرع شغالها تنمياتها شغالها في كل اتجاه نعم لما واحد يكون ساكن مثلا قدامه ترعى وترعى دي عملة تلوس أو طريق مكسر أو أو بيحلم يا رب بلاقي فعلا تعمل الطريق وتعمل كباري وتعمل وتعمل كل الحاجات تعمل مش كده بالنسبة له أحلام ويقول لك عبري الدارك قول يا باسط خلاص الباسط فرجها ربنا الباسط فرجها وبسطها علينا كلنا فهي دي خلاص هي دي احنا في مرحلة تحقيق الأحلام أو مرحلة احنا مقول لنا كده جايز حلمك توافق مع تخطيطنا احنا بنوعد على فكرة من قبل الناس على فكرة في الغير وقت في الناس بتجيلي مثلا موضوع اللي هو التطيير عواصل المحافظات دي بتجيلي ناس كدير جدا ده فيه أرض جنبنا هنا بأفكار آه عايزين ما تدخلوها في المبادرة آه والله لو تنطبق عليها الشروط وينفع ندخل هندخلها احنا كل ما المواطن في احتياج بفئاته المختلفة وينها احنا هنحقق لكل ناس يعني مثلا ميجي حد مثلا ناس يعني كانت بتلومنا وخشها صفحتنا انتو عمين تعملوا كنباوند للعشوائيات واحنا ناس انا عايزة اشتري شقة وهدفع لكم فلوسها استثماري بسعر المتر السوق انتو نسينا ليه احنا عايزين حاجة زي كده طب ليه ما نحققش للناس دي رغباتها اي فبدأنا نفكر في فعلا التطوير ده ونعمله فهنعمل مشروعات استثماري داخل المدن واحد مش عايز انا مش عايزة اشتري في التجمعات الجديدة اي انا عايز جوه انا مولف على بلدي ومنطقتي دي ومدينتي دي عايز حاج جوه بتحترم وده وبتعملوله وبتعملوله وهنعمله بقى خلاص وده ما حاج جاية وفي نفس الوقت هو عايزها بضمانة الدولة عايز حاجة نظيفة بضمانة الدولة ادفع فيها شقة عمري عشان وهدفع لكم فلوس زي السوق لا هنعمل لك واحسن السوق كمير لا عند الحكومة ما بيروحش ما بيروحش طيب بشموانس خالد تقريبا قول لي ما هو اصلا الارقام تهت فيها معاك ميزانية قد ايه من الدولة المصرية لسكن غير اامن لعشوائيات لجزء الثالث تطورة عصم احنا قلنا الفاتورة الغير اامن هتكون 40 مليار الاسواع العشوية 44 مليار الاغير مخطط 318 مليار تطوير عاصم المحافظات والمدر الرئيسية 250 مليار احسبوا حضراتكم الدولة الوقت في حاجة عايزين اقول طب قبل 2014 كان السندوق فين من 2008 إلى 2014 كان حجم وصفات السندوق 652 مليون جنيه حجم وصفات السندوق دلوقتي نتكلمنا الغير اامن بس 32 مليون جنيه شوف النسب عاملة ازاي مش قصور من القيادات في السندوق قبل كده نعم نعم بالعكس ده انا عايش على خير المؤسس السندوق دكتور علي الفرموي لما حط تأسيس للسندوق وعمله صح جدا ولكن كان فين دعم القيادة السياسية فرق كتير اوباء طبعا ارادة السياسية اه فالإرادة السياسية هنا كان يعني مش بص موضوع كويس ولو كان حصل اتبص الموضوع العشويات قبل ثورة 2011 كان الموضوع كان آل شوية كان لسه الموضوع ما تفحلش كده صحيح كان الموضوع كان خف علينا شوية كنا حطينا حتى لحطينا خطة على 10 سنوات كنا قدرنا نوصل بعد 10 سنوات لكن الحمد لله ربنا ميسر ان احنا يعني ناخد الخير عشان نقابل به ربنا يكون متحوش لنا سلوك الناس لما تنقلت في أماكن تانية اختلفت سؤال الأخير لحضرتك ده ده الأهم ده السؤال الأهم وده الترجط بتاعنا احنا كل ده بنلعب على ايه سلوك الناس لنفسها على فكرة مش لحد تاني مش سلوك الناس على فكرة بس ده مخرجات الألفاظ منهم تغيرت طموحهم اتغير طموحهم اتغير طموح الأطفال اتغير الولاد ده يتطموحهم لا أنا ليه مبقاش محمد صلاح الله ليه مبقاش الفنان ولا أجناين ليه مبقاش بطل مصر في تكون غفوه خدوا بتولة الجمهورية بطولة القاهرة ليه مبقاش أخش أمثل مصر في الاولمبياد الولاد الولاد طموحهم أفكارهم اتغيرت اتغيرت أولاد دول أنا بقولك والله 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 دول اللي هيبدوا مصر هيطلع منهم نواب مش اللي كانوا بيطلعوا قبل كده الولاد اللي كانوا بيطلعوا يستغطبوهم عشان يدمروا بلدهم لا دول اللي خافوا على بلدهم وخافوا على حياتهم اللي كانت الأول ناس حياتهم رخيصة لا حياتهم بقى غالية عليه وبقى يفكر زي ابنيها وازاي هيوصل بالبلد دي لبر الأمان وإحنا إن شاء الله أملنا كله في الأجيال اللي طالعة دي عندهم عزيمة وهمة قوية قوي 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 هاي وهم دول اللي هن شاء الله هنتقبل بعد سنين بقى يعني ربنا يدينا طلعهم كل جنا نقول هما دول اللي بنوصف شكرك فاندي شكرك بشرفتنا وموفقين دايما يا رب في سندوق شكرك مهندس خالد صديق المدير التنفيذي لسندوق تطوير مناطق العشوائية شكرا حضراتكو أشوفك بكرة على خير مع تحياتي عزة مصطفى وإلى اللقاء